ما هو الدين الذي سيصبح الأكثر انتشارا بحلول نهاية القرن الواحد وعشرون تظهر أبحاث ماركس بيو أن الهند بعد ثلاثة عقود سيكون لديها أكبر عدد من المسلمين في العالم وأن ما يقرب العشر بالمئة من سكان أوروبا سيكون مسلمون بحلول 2050 طبعا الإسلام ليس فقط الدين الأسرع نموا في العالم بل من المتوقع أن يصبح الدين الأكثر اتباعا بحلول 2075 المسلمون الأصغر سنا في العالم إذ يكونون أصغر بسبع سنوات من متوسط عمر غير المسلمين يعني ذلك أن مزيدا من الشباب المسلمين سيحلون محل غير المسلمين الأكبر سنا حول العالم كانت المسيحية أشهر الديانات الإبراهيمية منذ ظهورها قبل أكثر من ألفين عام ومن المتوقع أن تفقد مكانتها الأولى لصالح الإسلام نهاية القرن الواحد وعشرون لدى كل مرأة مسلمة 2.9 طفل مقارنة بـ 2.2 طفل للمرأة من جميع المجموعات الدينية الأخرى مجتمعة